أعلن هدي العامري أمين عام نظمة بدر من قصبة بيشير أن مناطق غرب كاركوك تم تحريرها بالكامل وأن قواتهم وصلت إلى حدود مع الكشمرق مؤكدا أن معارك الحويجة كانت خاطفة وسريعة حيث كان من المتوقع أن تتحرر في ثمانة أيام وفي هذه العملية تم تحرير وتطهير الجبل مكحول بالكامل جبل حمرين من الفتحة إلى سد العظيم تم تطهيره بالإضافة إلى القرى وقضاء الحويجة وناحية الرشاد وناحية العباسي وناحية الرياض مسؤولون في الحجر التركماني أكدوا أن الاجتماعات واللقاءات قد بدأت من أجل إعادة أهل القرى الذين نزحوا عند سيطرة داعش على المنطقة مؤكدين أن الشيوخ القبائل في هذه المنطقة كانوا معهم في عمليات التحرير لدينا اجتماع مع شيوخ هذه المنطقة لتنظيم إعادة النازحين وكذلك ترتيب الأهالي الذين كانوا محاصرين عند داعش الآن هذه الرحمة رحمة الحشد والقوات الأمنية فتحنا الطرق للتواصل وهناك تنسيق لإدخال مواد غذائية للأهالي شيوخ العشاء العربية بعثوا برسالي لطبئنان لمواطنيهم دعوا فيها العودة إلى قروهم التي بقيت ولن تدمر كما هناك مساعدات قام بتوزيعها الحجر الشعبي في المنطقة داعش أذانا كثير وداعش أسائلنا أساءة كلش عالية وداعش سلب أموالنا وسلب ممتلكاتنا وهجرنا وشرذنا على ومن جاء الحشد الحشد كان تعامل وتعامل جيد جدا والحشد أمن المنطقة وماكو أي أساءة من الحشد ويبدو أن العمليات الاقتحام والتحرير قد انتهت في هذا القاطع فيما بدأت صرايا الهندسة بمعالجة العبوات والمفخخات التي زرعت بشكل مكثف في هذه المنطقة سرعا داودي الحرة من ناحية الرشاد